يرى الشارع الذقاري إن تأخر تشكيل الحكومة بسبب الطعون المقدمة ضد نتائج الانتخابات من قبل الخاسرون لها أثر سلبي على المواطن وأيضا إن المصادقة أو الإعادة تؤدي لنتائج متفاوتة ما بين الضرر والاستقرار أعتقد أنه لو صادقت المحكمة الاتحادية على النتائج الحالية للانتخابات البرلمانية التي جرت في شهر العاشر أعتقد أن المشهد العام السياسي في العراق لن يختلف كثيرا بلحاظ أن الإطار التنسيقي والكتلة الأكبر الكتلة الصدرية الفائزة لن يتفق إلا على حكومة توافقية يعني لن تكون هناك حكومة أغلبية إذا لم تصادق المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات سيكون الحراك بعودة قوية من جديد كسابقتها في عام 2019 لأن نتائج الانتخابات وهي المصادقة للانتخابات هي نتاج حراك تشين في 2019 ويرى بعض المراقبون أن إعادة الانتخابات تكون ذات ضرر كبير على البلد والمصادقة عليها حتى وإن حصل الشد والجذب لكنه أقل ضررا هناك مطالبات من الكتلة السياسية بإعادة الانتخابات يعني إعادة الانتخابات شيء يعني ليس بالهيين عادته يعني سوف هناك نرى تأكير المشهد الأمني والسياسي وإذا تمت المصادقة يعني هم راح تكون هناك ردات فعل بس قد تكون أقل حدية في هذا الجانب ونتمنى الأمور تسير في الاتجاه الصحيح نحو الاستقرار وما بين الطعون والإعلان والتأجيل يبقى الجميع ينتظر عسى ولعل أن تكون هناك حلول لقناة ونينيوس سار شنون الناصرية